بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الأعزاء دبلومة إدارة الأعمال السنة الأولى الترم التاني المادة لفكر إدارة المعاصر معاكم الدكتور سيد الخولي نظرة للظروف الحالية اللي بتمر بيها البلاد سوف يتم تسجيل صوتي بجميع المحاضرات الباقية من الترم وإن شاء الله يكون الأسلوب المعروض واضح لكم بالاستعانة مع الكتاب دي السلايدز المهمة إن شاء الله اللي المفروض أن تعرفوها عشان تخشوا الامتحان الفاينال إن شاء الله نبدأ الأولاني بالشطر الأولاني الفاصل الأولاني لو بيتكلم عن دينيمايكية ببيئة العمل الجديدة هي بيئة العمل الجديدة المنافسة زادت جدا في السوق مش في السوق المحلي في السوق العالمية وده أدى إلى خلق فرص غير متكافئة وبيئة عمل تتسم بعدم التأكد بقى فيه الأنصرتين تعملت زيد كل يوم وإحنا شايفين اليومين دول المنافسة بين أمريكا والصين والكورونا والحاجات دي أثرت بشكل جديد جدا على بيئة العمل الجديدة بقت بيئة خالقة بيئة غير بتتسم بعدم التأكد طبعا المنظمات الذكية هي العقود المستقبل يعني فيه إحصائية بديدة لسه نزلة من بريطانيا قالت في 2027 80% من المنظمات الكبيرة هتبقى خارج الخبمة ليه؟ مفيش ابتقار مفيش إبداع اللي هي الكرياتيفتي والأولوفيش دي حاجة مهمة جدا يا جماعة لازم نخلي بقى لنا منه طبعا المستقبل لازم 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 نهتم من المستهلك المستهلك نشوف احتياجاته إيه رغباته إيه طموحاته إيه أحلامه إيه وهو ده اللي المفروض يتعامل في الاستراتيجيات اللي احنا بنعملها في بلادنا إن شاء الله طبعا فيه توقع مرتفع جدا من خلال نتحول من النظام الفردي لنظام الجماعي العالم كله ماشي دلوقت بيئة العمل بتعتمد على منظومة وروح فرق العمل ونشتغل كفريق عمل بلاش بقى نتكلم نقول أنا 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 عايزين نتعلم نقول إحنا 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 كفريق كده هوك إحنا اللي بنعمل إحنا اللي بنبدأ إحنا اللي بنبتكر إحنا اللي بنقود العملية ما يبقاش الشغل إيه فردي يبقى الشغل جماعي كده هوك ده البيئة العمل إيه جديدة كده هوك ودي اللي ابتدأها طبعا اليابانين في آخر السبعينات أولي التمنات لما طلعوا منظومة الجديدة الجديدة العمل الجديدة وخفضت تغليف ورافعت الجودة وبقت اليابان من دول العظمى في العالم آآ طبعا آآ ما فيه بقى أنا عملت اللي علي لا 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 فيه حاجة اسمها الأداء المرتفعة آآ لازم لازم نبص كده هوك وده اللي بنقول عليه الميارية بقى ان احنا ما نبصش لمستوى محل نبص المستوى عالمي الأداء بتاعنا يبقى أداء مرتفع مش أداء يعني على قد شغلتك على قد لا 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 لازم نبص ليه ان احنا نزود الأداء بتاعنا ونرفع الأداء بتاعنا في منظومة العمل آآ دي اللي هي الجديدة ايه بقى التحديات اللي بتواجه سوء العمل في البيئة دي نمر واحد ليه رأس المال المعرفي رأس المال المعرفي ده خاص بالمورد البشري احنا بنعتبر المورد البشري اللي هي العمالة الأفراد آآ هي دي الأساس ده العمود الفقري والأساس في الأداء التنظيمي آآ ايه هو رأس المال المعرفية ومحصلة للقدرات المعرفية والتبادل المعرفي من قوة العمل البشرية اللي بدورها يمكن ان تستخدم خلق ميزة نفسية وقيم ومنافة للمنظمة ده مهم جدا الاستثمار في البشر يا جماعة الاستثمار في البشر الاستثمار في البشر مهم جدا يعني اهم من التكنولية الاستثمار في البشر يعني منظمة من غير كفاءات وعمالة مضربة تدريب عالي جدا ما تبقاش منظمة العامل او الموظف صحيح المهارات المعرفية يمكن ان نجدينه في المحصلة للتراصل المال المعرفي في المنظر يعني ان احنا بنتكلم عن حاجة اسمها القيمة المضافة تقدر تفضيف قيمة للعمل اللي انت فيه ولا لا من ضمن تحديات العلماء دلوقتي ما فيش حاجة اسمها انا انتك في السوق المحل بتاعي لا 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 والنفسة والتنافسية زادت جدا دلوقتي يا جماعة يعني انت ممكن تتواصل مع اي بلد في العالم في ثواني عن طريق الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والكلام ده يعني لو موضوع الكورونا ده حصل من خمسين سنة ما كانش حد هيعرف حاجة ما كانش هيعرف حاجة نتيجة ان العلم دلوقتي ما بانش عايشكين في جزر منعز لبقى العالم كله مرتبط بعض والعولمة دي لغة الحدود ولغة الفواصل ما بين دول عامل العالم المختلف العولمة هي الظاهرة طبعا عالمية سواء انت مؤيد او معارض هي طلعة طلعة يعني دلوقتي او العولمة هي الاتجاه السائد في العالم في العالم كله انت بتنتجش محل انت بتنتج لي العالم كله وده بيساعد على تضفق الموارد واسواء المنتج المختلفة والمنافسة من مجالات العمالة المختلفة لتصف الاقتصادات الجديدة بقى بنقول حاليه اتصاد عالمي دلوقتي ما بقاش حاجة محلية اي حاجة بتحصل في موضوع الكورونا ده حصل في الصين اثر علينا ولا ما اثرش اثر علينا حرائل الوردات قلت فبالتالي السفن اللي بتعدي من القناة قلت الدخل بتاع القناة ايه ايه اللي حصل ان الاسطاق ماركت مثلا في العالم البادل يعني على سبيل المثال احنا النهاردة يوم 15 مارس اخر 3 يام السوق في امريكا اللي هو في وولستريد ده خسر حوالي 4000 نقطة ما حصلتش من سنة 87 الكلام ده فاذا العولمة قادمة والعولمة موجودة انت بقى عجبات مش عجبات دي حاجة تانية تاني التحدي بيواجه سوق العمل في البيئة الاقتصادية الجديدة اللي هي التكنولوجيا دلوقتي احنا بنتكلم على التكنولوجي والتكنولوجي ما بقتش التكنولوجيا تصنية لا ده بقى التكنولوجيا جوة بيوتنا يا جماعة يعني يعني التكنولوجيا اللي احنا بنشوفها دي والتحول المستمر بيئة العمل من خلال الانترنت وشبكات التواصل الاجتماع وكمبيوتر وصورة المعلومات العيلة اللي احنا فيها دي اي معلومة عايز تجيبها بالضغط على زر الكمبيوتر بتاعتك جيب اي معلومة في اي حد ده في العالم طبعا ده بيتطلب عمالة ماهرة بقى معرفيا يعني دلوقتي الامية ما بقاش كتابة وراية لا الامية بقت ايه هل انت ملم بوسائل المعرفة الجديدة وزائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الجديدة ديت وهلا دايما الخبرات والمهارات على استخدام الكامل لتكنولوجيا المعلومات ولا لا يعني النهار ده احنا في ظل ازمة ازمة الكورونا دي خيرة مثال ايه اللي حصل هنوقف الدنيا لا ما نوقفش الدنيا الرئيس خايف على ولاده الرئيس خايف على الشعب بتاعه هنوقف التدريس ونوقف الجماعات الناس بتتعلمش قالك لا في وسيلة تانية ايه الوسيلة التانية اللي هي التكنولوجيا ايه يا التكنولوجيا ان احنا نسجل المحاضرات زي ما انا بعمل لك دلوقتي ننقلها لكم عن طريق الانترنت او عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق اي شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي يوصلك المعلومة وانت قاعد في السرين في البيت يبقى اذا اذا التكنولوجيا دي فدتنا في الازمات ولا ما فدتناش فاذا التعليم عم بقعد دلوقتي ده من وسائل التكنولوجيا الحديثة يعني لو حصل قبل كده هو من 20-30 سنة ما كانش اه افل المدارس خلاص انا اعود في البيت والولاد يقعد يدايق اهليهم وما فيش وسيلة لا انهار ده الوسيلة التعليم الالكترون ده بيوصل لكل واحد في بيت يعني المحاضرة اللي بقول لكم ديت كل واحد هو قاعد في بيت وكده هو متغطي باللحاف هيفتح الكمبيوتر هيفتح التليفون بتاعه هيلاء المحاضرة يخش على موقع هيلاء المحاضرة اكانه حاضر في المحاضرة بالزبط وبالقى احسن لان انت قاعد بقى دلوقتي كده هو كنت الاول في الدبلوما دي بتجيلي الساعة ستة ولا الساعة تمانية بالليل جاي من الشغل يعني تعبان وهل كان طول اليوم في الشغل وبعدين جاي تحضر المحاضرة وبعدين ها هبص ليك اول اول ربع ساعة من صح صح معايا ومفوق معايا بعد ونص ساعة ايه ها دماج بتميل ما انت شغال من الصبح لا دلوقتي بتجيلك بقى انت شارك وباية الشاي ومروق وقاعد كده هوك مروق في البيت وبتسبح نفس الكلام اللي هتسمعه في المحاضرة في الكلية فازن هنصر التكنولوجيا من العناصر اللي اثرت فيه البيت النهاردة بنتكلم على التنوع بقى في مصادر الموارد الاختلافات بقى النوع والعمر واللون والعقيدة والدين اختلاف الثقافات دي دي المفروض تمثل تحدي وفرص لصحاب الاعمال هي امريكا نجحة ازاي ها هل امريكا فيها لا فيها جنسيات متحددة ده كل الدول اللي تقدمت استفادت من الثقافات المختلفة دي خدت ما احسن ما في هذه الثقافات وابتدت ايه ها تستخدمها لخدمة الاقتصاد الامريكي الثانية بقى اه 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 ايه بقى مظاهر تحيز الناتج عن التنوع في الموارد المشاريع زي مثلا العنصرية بقى بقى في حاجة اسمها الدسكرمينيشن والتمييز والتفريق والحواج الزجاجية اللي هي ان المرأة ما تاخدش مناصر الكلام ده كله تلاشى عندنا في مصر النهاردة ما فيش تفرقة بين راجل وسط ما فيش تفرقة بين شاب يعني معظم معظم اللي هما اه نواب الوزراء دلوقتي وحدنهم من الشباب لازم يساهم المرأة ليها دور فعال جدا في المجتمع المصر بدليل ان سبع تمن وزرق اه اه حقائب وزرية رايحة لل للسيدات دلوقتي فاذا اذا الشعب المصري ما عندناش ولا عنصرية ولا عندنا تمييز ولا افريقا ولا عندنا اللي هو ان المرأة دلوقتي بقت بقت مديرة وبقت رئيس مجلس ادارة وبقت وزيرة فالحاجة دي عناصر مبشرة تعالي نتكلم بقى من ضمن العوامل ليه اخلاقيات الاعمال وده هو الاخلاقيات العلية بنقول عليها البزنس دي بتحدد المعايير التعامل في بيئة العمل ايه هي التوقعات المطلوبة في بيئة العمل القيادة التي تعتمد على اخلاقيات الممارسة والصدق كل حاجة بقى فيها شفافية اه البيئة المحايدة مفيش متحيزة لفلان ولا العلان ولا الجنس على جنس بنتكلم على حماية المستالب بنتكلم على حقوق الإنسان دي من ضمن الحاجات اللي مطلوبة في اخلاقيات العمل اللي هي بنقول عليها البزنس بالنسبة للتحديات المصارى الوظيفة بقى دلوقتي يعني مفيش حاجة اسمها بقى كان يقول لك زمان كده انفاتك الميلي بتمر في طلاب انت لازم تاخد يقول له المرأي يقول لك لا اخده بس كده هو وقعوا كده تعملش حاجة وخد المؤقل لا النهاردة جماعة ما بقاش الكلام ده بقى في عملة عملة العقود وفي عملة مؤقتة ولازم اي حد يقبل نوع العملة في بيت العمل ده ده السوق بيقول لك عرضه طلب يجب ان مهاراتهم وقدراتهم لازم تحسن من نفسك تحسن من قدراتك فيش ده تقول انا كده لا 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 لازم فيه تكنولي يبقى نتعلم تكنولوجيا فيه لغات يبقى نتعلم اللغات فيه لغات تواصل يبقى نتعلم ازاي نتواصل علشان ايه هي دي ازاي تخلق قيمة مضافة لنفسك في سوق العمل الجديد بنتكلم ايه من ضمن المتطلبات المهارات والجدارات الأسسية المطلوبة للنجاح في اقتناس فرصة عمل في سوق العمل اول حاجة التمكين القدرة على التقصال والتواصل زي ما قلنا كده الانتربنورشاب رياد العمل ان احنا نحب نتعلم التكنولوجيا الحديثة ازاي نسوق نفسينا ازاي نبقى عندنا قدرة على التغيير العالم بتغير لازم انا بتغير معا ما بقاش بقى ايه انا لا انا بتاع طربيش مش هتنازل لا يا سيدي طربيش ما بقاش فيه طربيش دلوقتي ما بقاش فيه طربيش دلوقتي خير الطربيش الطربيش دي كانت من سبعين تبانين سال ما فيش طربيش دلوقتي هتفضل بتقول لا انا بتاع طرفي لا ما ينفعش لازم تتغير لان المجتمع بيتغايت مجتمع المعرفة بالنسبة للمنظمة بقى ايه هي المنظمة قالت مجموعة من الناس بيعملون مع بعضهم البعض من قد تحقيق غرب مشترك يعني احنا بنشتغل مع بعض علشان ايه نحقق الهدف بتاع المنظمة ايه منظمة اعمالية ايه اما بتقدم سلعة ايه اما بتقدم خدمة السلعة والخدمة دي لازم تضيف قيمة حقية للمجتمع تمام وبتشبع مين احتياجات المستالي المستاليك محتاج ايه طموحاته ايه احلامه ايه انا منظمة يبقى مهمتي الاسية ان انا اشبع هذه الاحتياجات الطموحات الاحلام بتاعبين المستاليك وكلنا في وانت قطالب ايه احنا في خدمتك كله استاذ الجامع في خدمتك الاداري في خدمتك رئيس الجامع في خدمة المستاليك اللي هو الطالب طبعا منظمات الاعمال دي مش نظام مغلق بقى يعني مش حاجة جوا كده حضانة كده لا 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 دي منفتح عندنا بيئة داخلية وعندنا بيئة خارجية ازاي نتفاعل مع البيئة الخارجية البيئة الخارجية فيها اقتصاد فيها سياسة فيها فيها مجتمع فيها انسانيات كل الحاجات دي لازم المنظمة تتفاعل معها فهلك المنظمة من نظام تتقاوم مجموعة من الاجزاء المنساجة مع عضال بعض من اجل تحقيق الغرض العامل للمنظمة اللي هو الهدف منها تتفاعل مع البيئة المحيطة لمجتمع العمال البيئة السياسية البيئة الاقتصادية والكلام تقوم بتحويل المدخلات الى مخرجات كسستم كنظام يبقى النظام عبارة عن مدخلات بيخش عملية تحول جول منظمة بيديني مخرج النهائي المخرج النهائي ده ممكن يكون سلعة او ايه او كب فيه تخزية برتدة من البيئة الخارجية ايه بقى المستالك ده عايز نسأل سلوك المستالك انت محتاج ايه مستالك انت عايز ايه مستالك ونبتدي اندخلها في المنظومة تاني من اجل انتاج سلعة او كبمة تشبح ده ده شكل يوضح المنظمة كنظام مفتوح اللي هي البيئة المحيطة اللي هي المدخلات زي العمالة رأس المال مواد الخام التكنولوجيا المعلومات الانشطة المختلفة تحول المدخلات اللي هي عملية التحول بيدينا المخرج النهائي ايه اما سلعة او خب هنا المنظمة هنا بنهتم بقى بالإبداع الإبداع يعني ايه الكرياتيفتي والانوفيشن ازاي ان احنا نبتكر ازاي ان احنا نبدع في خلق قيمة مضافة للمنتج اللي احنا بنتبه الحاجة التانية المهمة في الفصل دوت في المحاضرة الاولنية دي اللي هي متطلبات منظمات الاعمال في سوء العمل الجديد اللي هي بنقول عليها الاداء المؤسسي يعني ايه اداء مؤسسي؟ قال لك خلق القيمة يعتبر من اهم العناصر الاسائية في المنظمات العدي اللي هي بنقول عليها القيمة يمكن ان توجد عندما تستطيع العملية التحولية في المنظمة من اضافة قيمة جديدة للتكليفة الاسائية المدخلات النظام ده ما يتقل خلق قيمة وضافة نستطيع المنظمة العملية تحولية ارباح لان انا باشبح ايه بقدم خدمة بتشبح احتياجات المستطيع فيه اللي هيقول علي ان المنظمة دي هببيع اكتر فلما ببيع اكتر الارباح بتاعتها زيد المنظمات الغير هدفة للرباح تستطيع عند ديف سروة ايه للمجتمة يعني فيه منظمات اللي هي غير هدفة للرباح برضو الاد فاليو ان هي بتسمع في السوق ويبقى ليها سمعة ويسف ويركض من ضمن الحاجات اللي بنقيس فيها الاداة المؤسسة زي الانتاجية ايه هي الانتاجية قالت مكياس عام للمنظمة ككل كياس الجودة والكمية لاداء العمل مع الاخزة في الاعتبار مدى استخدام المصادر المتاحة في الحزبات فالانتاجية اللي هي البروضاتيبتي عبارة عن المخرجات على المدخلات فعالية الاداء كياس مخرجات النهام ومدى تحقيق الهدف فعالية الاداء تعبر عن مدى تحقيق النتائج المربوبة من استخدام الموارد اللي هي بنقول عليها الكفاءة والفعالية كلما كانت النتائج جيدة كلما كانت الفعالية عالية كفاءة الاداء دي الفعالية الكفاءة كياس مدخلات النظام لتكلفة الموارد المرتبطة وتحقيق الهدف تعبر عن مستوى استغلال ادارة للموارد المتاحة الاستغلال الامسل للموارد المتاحة للمنظمة الاقصى درجة ممكنة فاذا الاداء المؤسسة عبارة عن عن كفاءة وفعالية كفاءة في فعالية ده هي ده الأداء المؤسسي علشان يدينا أعلى انتجية الشكل اللي قدام دينا شكل اتنين واحد الليه بالانتجية وعباها عاد التنظيم أبعاد الأداء التنظيم ده أداء استغلال موارد ضعيف وجيد تحقيق الهدف عالي أو منخفض فلو عندنا نهوة جيد وعالي فعال وكوف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد لو جيد وهدف منخفض كفء وليس فعال عدم احضار الموارد لم يحقق طيب لو استغلال موارد ضعيف مع الهدف منخفض غير فعال غير كفء على اطلاق عدم تحقيق الهدف واحضار الموارد ده عايزين نتجنبه خالد لو استغلال الموارد ضعيف لكن الهدف عالي فعال وليس كفء تحقيق الهدف برضو احضار يبقى أحسن حاجة عندنا جناعة بالنسبة للكفاءة والفعالية ان يبقى عالي بالنسبة لتحقيق الهدف وعالي بالنسبة لايه جايب بالنسبة لاستغلال الموارد اللي هو تحقيق ايه الاهداف الكفاءة والفعالية. اه اه نكون وصلنا للنقطة اللي بعد كده اللي هي ايه اهم التطورات اللي حدث في مجتمع الاعمال الحديثة والتي ادت الاهتمام تزايد الى دراسة ادارة العمال. ليه بدل ادارة? قالك الاسمار في الموارد البشرية ده مهم جدا زي ما قولناك ده هو ان الدولة بتسعى سعى ايجابي جدا لتمكين المرأة تدريب العمالة علشان نواجه التكنولوجيات الحديثة الاتعاد عن مفهوم الادارة بالاوامر والرقابة لك بقى خلاص بقى حكاية السلطوية والحاجات دقيت انتهت. دلوقتي احنا بنتكلم على فرق العمل. يبقى تزايد الاهتمام بروح العمل وتنمية مفهوم العمل الجماعي. تزايد الاهتمام بالعوامل التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات. الاعتماد على شركات العمل بشكل مكسر لوسائل التواصل الاجتماع والانترنت والانترنت والحاجات دي. زيادة توقعات وتمحق قوة العمل الجديدة. النهاردة بقى الحكاية بقى يقولك انفاتك لها لها خلاص بقى بقى الشغلانة اللي هي الادارية في المنظمات الحكومية دي. الشباب الجديد عايز ينطلق وعايز يطلع كده ويجرب تجارب جديدة وطموحات جديدة ويبدأ فيها. زيادة توقعات وتمحق قوة العمل الجديدة. الاهتمام بتوازن العمل مع جودة المعيشة واجباها الاحتجاجات. الترجيز على السرعة في انجاز.